اشتركوا في القناة خصوصا في خلال المخادر اللي واقع داخل الحزب أولا شنو واقع بالضبط داخل الحزب تجمع الوطن الأحرار هو السياق العام ديال المشهد السياسي في المغرب هو مشهد انتداري هو مشهد صراحة ما كانش في المستوى ديال التطلعات ديال المواطنين لأنه ما بعد كورونا عرات المشهد السياسي وخلات أنه كين هناك دبابية وهناك تردد هذا يعني جميع تقريبا الأحزاب والمشهد السياسي في المغرب فصراحة المواطنين تعانيوا كين هناك أزمة اقتصادية خانقة وكين مشاكل اجتماعية وكين مشاكل نفسية وصراحة أن المواطنين من حصل حد أنهم لقاوا دولة قوية تدير واحد من جهود كبير لطمأنة المواطنين وكذلك لترسيخ الحماية الاجتماعية ولكن بالمقابل صراحة وحنا من الأحزاب وهذا نقد موضوعي ونقد ذاتي فما كناش في المستوى ديال الحدث وما تنصنطوش المشاكل التي تعانيها المواطنين والفقر والمشاكل ديال الصحة ومشاكل ديالتعليم ومشاكل ديالأفق مشاكل كذلك ديال المقاولات الإفلال ديال المقاولات وصراحة هاتشيتي يضرر في الخاطر لأن الناس مقصحة مزيان وبزاف كثير ما تصور ومساكن ديال العائلات ما عنداش واحد هنا كان الدور ديال المشاكل السياسي وديال السياسيين أنهم يخرجون للميدان ويلقوا الحلول ويمدوا يدهم المواطنين ويديروا واحد خلية نحل للأفكار والاستشراف من أجل أن المواطن يحس بأنه السياسي هو هنا باش يتصنطل هموم دياله والمشاكل دياله وفيما يخص حيث جمال الواطنين أحرار هو المؤتمر السيتنائي جاء لباش يمدد الولاية ديال الحزب بالهياكل دياله لمدة عام يعني بعد الانتخابات لأنه عندنا نعيش واحد سنة انتخابية وخص تكون أن المؤتمر السيتنائي يكرس ويعطيه تمديد للحزب برئاسة عزيز أخنوش وبالهياكل ديال الحزب كامل فصراحة المهم عند المغاربة كاملين مشي هو المؤتمر المهم عندهم هو البرنامج نحن نقوله بأنه هدي مناسبة باش يستطيع الواطن الأحرار كذلك يدير واحد تقييم موضوعي ويقدم واحد البرامج لتتمس الواقع المعيش ديال المغاربة يعني أنه الحزب خصوه يفكر ما بعد كورونا يعني خصنا رجالات ديال المرحلة كما قال جلالة الملك حفظه الله في الخطاب الأخير ديال فيتاح البرلمان قال بأنه احنا خصنا رجالات ديال المرحلة وحتى الآن الأحزاب وبما فيها حيث تجمونات الأحرار ما زال ما شناشت رجالات المرحلة ما زالت انتظرهم وهذا هو اللي خصوه جاوب عليه المؤتمر الاثنائي خصوه جاوب واش هناك رجالات المرحلة واش هناك وجوه جديدة واش هناك طاقة جديدة واش هناك حيوية جديدة واش هناك أفكار جديدة باش المواطنين يتيقوا في السياسة وتكون واحدة مصدقية ما يمكنش حنايا بخطاب قديم وبوجوه قديمة وبتزكية ديال الناس ديال الأميين وديال التجار الانتخابات عن قدرون نقنعوا المواطنين بما بعد كورونا وبالمرحلة الجديدة فهذا تقييم خصوه يكون وخص الإخوان ديال حزب الجمالات الأحرار والمؤتمرين يتكلموا على هات المواضيع لتتهم الواقع المعيش ديال المغاربة يعني احنا ما خصناش الشعارات شعارات ما قدناها عندهم موالو لأنه المغاربة بغوا حلول لأنه الوقع ديال الأزمة الاقتصادية خانقة والأفق اللي تيبان مسدود خصوه ناس ديال الاستشراف خصوه ناس عندهم الحس القيادي خصوه ناس ديال المرحلة ناس ديال التضحية هذا هو اللي خصوه جاوب عليها وكذلك بالنسبة للحزب الجمالات الأحرار كذلك أنه خصوه ينضر في الطريق هذه الإدارة المركزية للحزب خصوه تنفاتح على جميع الفعاليات خصوه تنفاتح على جميع الأطر وخصوه بنية الاستقبال في الحزب خصوه تدعم خصوه نتصنطو لجميع الأراء وخصوه نمشيه عند المناظلين وبالخصوص الأطر والكفاءات لأنه في نظري أنا الأطر والكفاءات لحد الآن هي مهمشة وبعيدة على الطبخة الانتخابية التي تتوجد وبعيدة على مشاكل التسكيات والريع والسباق المحموب حول الامتيازات فهذا الشيء ما تيخدمش العملية السياسية لأن حيث المناظلين الحرار دار واحد المجهود جبه واستثمر في الإعلام واستثمر في المشروع مدية المسار الثيقة وعنده طاقات كبيرة فحشومة وعار أنه هو المجهود دابة باش يوجد للمغاربة الحلول ما بعد كورونا ولكن خصنا خصنا المنهجية باش نقدرون نقنعه ونبعته خطاب الثيقة ونمشيه في مسار الثيقة بدون إقصاء ونفاتحه على الناس الآخرين لأن الحزب ما ديال التوحد الحزب الجميع على مناظلين ديال الأحرار كانوا أطرا أو مناظلين نساء وكهولا وشباب وكذلك قاديتني واحد الرسالة عندي المؤتمر السيطنائي هو أن الحزب المناظلين هو حزب سياسي خصنا نعمقه العمق السياسي خصنا المقاربة السياسية خصنا أنه في الحزب خصنا نكسبه معركة القلوب خصنا النضال لأنه بدون معركة القلوب وبدون إقناع وبدون فلسفة النضال ونتقربه من الهموم ديال الناس ونتصنطولهم بالخصوص في المشاكل الاجتماعية ديالهم وبالمشاكل اليومية ديالهم عنكونوا واحد الحزب النخبوي وما عنربحوش انتخابات وعنخليوا مع الأسف الشديد التيارات أخرى تتقن هذ الأمور هذي هي اللي عتمشي باش تقدر تربح انتخابات وعنكونوا ضيئنا وحطقة كبيرة وهذا هو تقييم موضوعي وخصنا نتكفو عليه وخصنا نفتحه الكفاءات لأنه خصنا رجالات ديال المرحلة الجديدة وكذلك كين في حيث تجمع الوطن أحرار كين هامات وقامات سياسية بحل الأخ محمد أجار الوزير اللي هو صراحة احنا في تجمع الوطن أحرار هو دائما كان تتصنط لنا وتفتح قلبه الكفاءات وتستقبل الكفاءات وتجاو في التليفون ما شيف حدش ناس أخرين فهو دائما كان تتصنط لنا وهو تحضر الكفاءات فاحنا خصنا ندعمها تتجاه هذا ديال القيمة السياسية ديال العمق السياسي لأننا احنا حزب ديال الديمقراطية الاجتماعية وخصنا ندعمها لأننا احنا ماشي حزب ديال احنا حزب سياسي وما يمكنش نديرو شي عاجة أخرى ماشي حزب ديال ديال المصالح ولا حزب ديال امبيرو دو بلاسمان ولا لا احنا حزب سياسي المغربات تتصنط لنا بغوا من الخطاب السياسي الخطاب السياسي هو اللي يتلقدره بي نحلو المشاكل ديال المغرب ونقنعه المواطنين ونقنعه بالخصوص التبقى الوسطى اللي هي نافرة من العمل السياسي وكذلك الشباب اللي نافرة من العمل السياسي اشتركوا في القناة